اشتركوا في القناة ومجل علاج التلطيفي للعناية بالمرضى يعد مركز أمراض الدم والأورام في مجمع السلمانية الطبي أحد أهم المراكز المتخصصة في مملكة البحرين في علاج الأورام الخبيثة والحميدة حيث يسعى المركز لتقديم رعاية تخصصية متميزة للمرضى ويقدم مختلف العلاجات للأورام شاملا العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وعلاج الأورام للأطفال وعلاج أمراض الدم والعلاج التلطيفي إضافة إلى تقديم خدمات مختلفة للمرضى قسم الأورام وعلاج أمراض الدم طبعا من الأقسام التخصصية الموجودة عندنا في المستشفيات الحكومية مملكة البحرين وقدم خدمات تخصصية ذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكتنا العلاجات متوافرة وقاعدين نطورها باستمرار هذا فيما يتعلق في علاج الأورام فيما يتعلق بأمراض الدم نعم قاطعين شرط أكبر طبعا وموجودة العلاجات من زمان نعرف أن قسم الأورام القسم المختص ويعني بالرعاية بالمرضى الأورام ونعرف أن مرضى الأورام جدا مرض حساس بحيث أن طريقة التشخيص تكون مختلفة بما أن طريقة التشخيص مختلفة وبدرجات مختلفة ولذلك هذين المرضى نعنيهم خطة علاجية مختلفة ومختصة وتكون مثل ما نقول إحنا ذات جودة عالية يوفر مركز أمراض الدم والأورام خدمة علاجية وصحية متكاملة للمرضى داخل مملكة البحرين لتلقي العلاج بين أهلهم وذويهم دون تكلفة وعناء السفر والعلاج في الخارج قسمنا طبعا متخصص في تقديم العناية لكافة أنواع الأورام ونستخدم بروتوكولات عالمية على مستوى عالمي ونقدم بعد التثقيف الصحي والدعم النفسي لجميع المرضى المريض طبعا لا شك لما يجي يكون خايف إحنا أول ما نجي لازم نعطيه الراحة النفسية نحسس أنه أننا بيئة واحدة معهم بعدين مع مرة ومرتين وثلاث يأخذ المريض علينا ونعتبر عائلة متكاملة نحن صابنا داخل في الصيدلية نخلط الأدوية نعطي الأدوية الأورال في بعض الأدوية بالوريد تنعطى للمرضى يكون تحضيرها يأخذ خطوات معينة وبروتوكولات معينة إن مملكة البحرين أصبحت اليوم من رواد علاج الأورام السرطانية وتنافس أكبر مراكز علاج السرطان بالمنطقة العربية ودول العالم وذلك للدور الريادي المهم الذي تقوم به المراكز المتخصصة في المملكة من خلال تطوير مستوى خدمات علاج أمراض الدم والأورام يسهم قسم مرضى أمراض الدم والأورام في مجمع السلمانية الطبي إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع مبادرات تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والتمييز من خلال العمل على توفير بيئة صحية ملائمة ومتكاملة لرعاية البرضة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر